بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أبناء الطلبة في اليوم أجبت لكم الاختبار الثالث نموذج رقم 2 إذن هذا النموذج يتضمن تمرينين ومسألة إذن تمرين الأول يقول أنشر ونشر وبسط العبارة عبارة اللي هي 5x زائد 3 لكل مربع ناقص 2x ثم السؤال الثاني اختبر صحة المساواة التالية من أجل x يساوي ناقص 3 ثم التمرين الثاني من تلكم شكل هندسي مثلث قائم ثم باستعمال المعطيات المقابل أحسب الأطوال التالية إذن الأطوال هي dh, he, dh أما الثمانيين الثالث وهو مسألة إذن نتبهوا معايا إذن أطلب منكم إنكم تحاولوا تحلوا وحدكم ثم تعودوا للحل دائما باش تثبت المعلومة إذن فلننطلق على بركة الله إذن تمرين من الأول عندنا عبارة a طلب مننا في هذه العبارة أن أن ننشره نبسط إذن نقزه معايا إذن عندي عبارة a على شكل 5x زائد 3 لكل مربع ناقص 2x في x نقص 1 إذن نبدأ على بركة الله إذن هذه جداء شهيرة رقم 1 إذن تعطلنا 5x الأول مربع اللي هو 25x مربع زائد 2 في الأول في الثاني يعني في 3 في 5x ثم زائد مربع الأخير الطرف الثاني وهو 3 أسنين زائد 9 ثم ناقص 2x في x ننشر 2x في x مدلي ناقص 2x مربع ناقص 2x في ناقص 1 مدلي زائد 2x ثم نجمع الأطراف المتشابهة يعني 25x مع ناقص 2x مربع ماذا تمدلي؟ تمدلي a تساوي 23x مربع ثم 2 في 3 6 6 في 5 30x ثم زائد 30x زائد 9 تبقى كما هي والحد الأخير زائد 2x أخيراً a تساوي 23x مربع زائد 30 زائد 2 زائد 32x زائد الحد الأخير وهو 9 ثم انتبهوا معي في السؤال الثاني السؤال الثاني طلب من التحقق من صحة المساوات من أجل x يساوي ناقص 3 أي أين أجد x وعوضه بناقص 3 ركزوا معي إذن وش قل لي؟ قل لي أن هذه العبارة اللي لقيتها في السؤال الأول هي 5x زائد 30 مربع ناقص 2x في x ناقص 1 نغلق القوس هنا تساوي هذه أن يعني هنا يعني الطالب ليكون يكون ذكي هناك يلقيت 23x مربع زائد 32x زائد 9 هنا تعرفوا بلي هناك خطأ تولوا الحل التعكم الأول وتحاولوا تتحقم الجمعة التعكم لأن هذه مدم هذه تساوي هذه أي اللي انشرناه هو هذه العبارة هذه كان ملاحظة فقط إذن من أجل x يساوي ناقص 3 وش رح ندير؟ رح ندير الطرف الأيسر نحقق بx يساوي ناقص 3 ونحقق الطرف الأيمن على حدة ثم نقارن بين القيمتين إذن نبدأ على بركة الله في الطرف الأيسر وسطول لي لي إذن تولي لي 23 في ناقص 3 على كل مربع تبهوا معايا ركزوا معايا إذن في 32 في ناقص 3 زائد 9 إذن 23 ثلاثة وعشرين في ثلاثة أسنين تمدلي 23 في أربعة ناقص 3 في ناقص 3 تولي لي زائد 9 إذن في 9 زائد 32 في ناقص 3 شحل تمدلي ناقص 3 ناقص 3 رح تمدلي 96 إذن تولي ناقص 96 زائد 9 ركزوا معايا إذن 23 في 9 رح تمدلي بالألة الحسيبة دائما 207 ناقص زائد في ناقص ناقص 90 زائد 9 وهذه كنجمع 207 ناقص 90 تعطي لي إذن تعطي لي 111 زائد 9 اللي هي 120 إذن الطرف أي صلقي ناقص 120 ننتقل إلى الطرف الأيمان نفس الشيء نفس المبدأ من أجل X يساوي ناقص 3 وش تخرج للعبارة إذن نركزوا معايا إذن نعوضها في 5 5 في ناقص 3 زائد زائد 3 الكل مربع أين أجد X نعوضها بنقص 3 ثم ناقص رقز معايا ناقص 2 في ناقص 3 في ناقص 3 ناقص 1 وتابع العملية هنا 5 في ناقص 3 شحال تمدلي تمدلي ناقص 15 زائد 3 الكل مربع نروح خطوة بخطوة إذن هنا 2 في ناقص 3 تخرج ناقص 6 ثم ناقص 3 ناقص 1 شحال تمدلي تمدلي ناقص 4 وتابع العملية إذن ناقص 15 زائد 3 رح تمدلي ناقص 12 الكل مربع ناقص هنا ناقص في ناقص زائد زائد في ناقص ناقص 6 في 4 24 وهذه تساوي 144 12 مربع يساوي 144 ناقص مربع يساوي الزائد ناقص 24 وتساوي 120 120 إذن ماذا نلاحظ نلاحظ أن الطرف الأيصر يساوي الطرف الأيمن ومنه المساوات محققة إذن نركز معي التمرين الثاني يقول إليك إذن نركز معي إليك بيستعمال وطيات الشكل مقابل أولا أحسب كوس F D H هنا عندي ثاني هنا 55 درجة إذن أولا أحسب كوس F D H ثم أحسب الأطوال التالية D H H E D إذن فلنبتع لبركة اللحظ إذن من المثلث نستخرج المعطيات التالية أولا ركز معي إذن طلب منا تعيين كوس 55 درجة إذن مباشرة نكتب كوس 55 درجة بالألة الحاسبة رح نجدها بالتقريب 0.6 إذن 0.6 ثم طلب منا حساب طول D ركز معي إذن من المثلث عندي مثلث قائم في F إذن حساب طول D إذن لدينا F D E مثلث قائم في F حسب نظرية في طاوس وش عندي هذا يعتبر الوطر إذن D E مربع يساوي F D مربع زائد F E مربع إذن F D F D مش حل يساوي يساوي ثلاثة فاصل سبعة خمسة فاصل ثلاثة لكل مربع إذن D أتعنا مربع ماذا يساوي يساوي بالألن حسيبة رح ندير العمليات إذن ثلاثة فاصل سبعة مربع تخرج لي ثلاثة عشر فاصل تسعة وستين زائد مانية وعشرين فاصل سفر فاصل تسعة المجموح يمجلي واحد وأربعون فاصل ثمانية وسبعون هذا في د أ مربع ولكن إحنا حبينا د أركزوا معايا إذن د أشحل يساوي د أ ماذا يساوي يساوي الجذر التربيعي ل واحد واربعين فاصل ثمانية وسبعين واللي يساوي بالتقرير قاوه ستة فاصل خمسة سنتيمتر في الأخير القينا طول د أ الآن ننتقل إلى حساب الطول أ أ أ أ إذن قينا د أ 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 اذا عندي هنا مثلث F H E مثلث قائم ثم عندي لا قبل هذا عندي إذا قلت عندي في المثلث نشرح ثم نكتب إذا عندي في المثلث F E D عندي المثلث قائم في F ثم الزاوية D تسوي 55 إذن ممكن استخراج الزوية لماذا؟ لأن الزوية F تسوي 90 وهذه 55 كما نعلم أن مجموع الزوية في المثلث هي 180 إذن ممكن استخراج الزوية إذن نحسب الزوية إذن تابعوا معي أنا أحبيت لك أن نحسب الزوية لماذا أحبيت أن نحسب الزوية لماذا؟ لأن في المثلث F H E مثلث قائم ونلقى الزوية في المثلث هذا هو الوطر إذن تساوي المجاور اللي هو H E على طول الوطر وطول الوطر معروف والكوس معروف إذن ممكن استخراج E H إذن نقزوا معي إذن قلت لدينا المثلث F D E مثلث قائم في H ثم أي الزوية عفوا الزوية H لا المثلث F لا عفوا F D E المثلث F D E هو المثلث قائم في H أي الزوية 90 درجة ثم الزوية D 55 إذن ركزوا معي الزوية كما نعلم أن مجموعة الزوية في أي مثلث تساوي 180 إذن وش معنتها؟ معنتها الزوية D زاية 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 F زاية E تساوي 180 درجة تساوي مجموعة الزوية الزوية E تساوي 180 منه E ماذا تساوي؟ المعالي من الطرف من الجهي من الطرف تساوي 180 درجة ناقص 145 درجة إذن ماذا تساوي هذه؟ رح تساوي لي 35 درجة في الأخير القناة الزوية E هي 35 درجة ركزوا معي إذن الزاية E هي 35 درجة إذن الآن رح نولي إلى كوس جيب تمام الزاية 35 اللي هي E إذن قلت الزاية E تساوي 35 إذن الكوس تحاوش يساوي؟ هذا مثلث قائم في H إذن هذا هو وطر إذن الزاوية 35 تساوي المجاور اللي هو H على الوطر F المجاور إذن كوس ركزوا معي كوس E ماذا يساوي اللي هي كوس 35 ماذا يساوي؟ قلنا المجاور المجاور اللي هو H على الوطر اللي هو F F هتنش حال قيمته إذن إذن يساوي H على 5.3 إذن نستخرج H جداء الطرفين تابغوا معي إذن كوس 35 يساوي بالألة الحاسيبة رح نلقوه 0.8 0.8 نكتب هنا كوس 35 يساوي 0.8 إذن وش عندي عندي 0.8 ركزوا معي إذن يساوي H على 5.3 إذن رح ندير العملية جداء الطرفين هنا تقسيم واحد إذن جداء الطرفين يساوي جداء الوساطين وش تخرج لي تخرج لي ركزوا معي 0 H ماذا يساوي H في 1 H تولي لي 0.8 في 5.3 إذن أخيرا H ماذا تساوي دائما بالحالة للحاسبة رح نلقاها 4.3 سنتيمتر إذن قنا H تعنا إذن القينا D E سؤال أول قينا D E ثم القينا H إذن ما علينا إلا استخراج D H إذن قينا H نلخص H يساوي 4.3 سنتيمتر يقينا D E ما علينا يساوي يساوي ما علينا 6.5 سنتيمتر هنا نتبهوا معايا نوليكم دائما للشكل إذن نكزوا معايا ماذا يساوي D E ركزوا معايا D E نكتبه لكم D E ماذا يساوي D E يساوي القطعة المستقيمة D H زائد القطعة المستقيمة 6.5 ناقص H E H هي أطوال كيف كيف نقوله H E E H نفس الشي 4.3 إذن D H تعنا ماذا تساوي 6.5 ناقص 4.3 تخرج لي بالتقريب 2.2 سنتيمتر وفي الأخير نكون عند نهاية هذا التمرين وأجبنا على كل الأسئلة أتمنى أن يكون الشرح مفهوم للجميع وبهذا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء إلى الفيديو القادم إن شاء الله مع حل المسألة بإذن الرحمن سلام الله عليكم وصحب طوركم